اشتركوا في القناة ان الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى إلى عالم الغيب والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا نقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يردى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله عند الله وسنوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمتي إن الله غفور رحيم والسابقون الأوضلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلاتوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذوا الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا نحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أضل يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أمن أسس بنيانه على شفاجر في نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعمالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون سائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون والناهون عن المنكر والحافزون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيا فلما تبين له أنه عدف لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله لجل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا أصيبهم ذلك بأنهم لا يصيبهم زمع ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله في سبيل الله ولا يطعون موط أن يغيزوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون لفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادعا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ وَالَّيْجِدُوا فِيكُمْ يَغْلِزُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفون سرب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبٌّ عَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوَحَيْنَا إِلَى رَجْلٍ مِّنْهُمْ أَنَنْذِرِ النَّاسَ بَشْرٍ لَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِلٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيهِ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَنَا الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مَا مِنْ شَفِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَى وَخْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِأَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِأَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْتِ والذين كافروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس دياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما يخلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا عمل الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواه من الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان در دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه دره مر وكلم يدعونا إلى در مسى كذلك سين للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاتهم رسل بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجز القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يدرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفون ولولا كلمات سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك فقل إنما لغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستمذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم وحيط بهم دعفوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم مدى على حياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسن الحسن والزيادة ولا يرهق فجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشد فجوههم قطعا من الليل مزلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نعشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزؤكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك من الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك من يهدين الحق قل الله يهدين الحق أفمن يهدين الحق يا حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحييتوا بعلمه ولما يأتهم تأذينه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السمى أفأنت تسمع السمى ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينزر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوما يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنكم صادقين قل لا أملك لنفسي درا ولنفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع منتم به آن أنا وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا أفتدت به وأسر الندمة لما أراب العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاتكم وعجتم ربكم وشفاء لما في السدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحون هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوما قياما إن الله لذوف أذن على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من أعمال إلا إلا كنا عليكم شهدا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مذقال ذرة في الأرض ولا ولا في السماء ولا صغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحجنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين دعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا ظنوا إنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وأنها لمبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدن سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ولن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تغليتم فما سألتكم من أجر إن أجريا إلا على الله وامرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاعي فوغرأنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبعوا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر العليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يسله عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنت بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبل تواقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم وأشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرغن عذابا أليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى كذا وعدوى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلياما ننجيك ببطنك لتكون لمن خلفك عيا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَأَ الصِّدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاهُمُ لِعْلِمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَمَنْ قِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْسَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُمْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مِنْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَبُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمًا يُونَسُ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَلُمْ عَذَابَ لَخِزِي بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَ وَبَتَّعَنَهُمْ إِلَا حِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ الْنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ قُلْ إِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَانْنُذُرُ عَنْ قُومٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَلِينْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّمِ الَّذِينَ أَخْلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نِنَجْي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُوَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا قِيْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظُّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَهُوَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُكُمُ الْحَقُّ مِرَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَانَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا مُرَى كِتَابٌ وَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصْلَتْ مِلَّدُ حَكِيمٍ وَخَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّوا إِدْكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَفْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَارْجِعُكُمُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْلُنَ صُدُورَهُمْ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوهُمٍ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ